كان اليوم الدراسي الأخير وكان النهار في بدايته وصلت امرأة إلى المدرسة الابتدائية حاملة سكينا دخلت أحد الفصول وطعنت المدرسة ذات الأربعة والثلاثين عاما قبل أن تترك المكان مستحبة طفلتها التلميذة في الحضانة يسمح لأولياء الأمور بدخول الفصل لا يمكن منع ذلك ولا يوجد عدد كاف من الموظفين والمدرسين لمراقبة المداخل وسائل الإعلام المحلية تقول أن المتهمة معروفة لدى الشرطة بسبب الاشتباه فيها أنها تهمل في رعاية طفلتها جرائم التهجم على المدارس أمر نادر الوقوع في فرنسا مما أدى لصدمة في المجتمع الأمر صادم لأننا غير معتدين على مثل هذا المستوى من العنف العنف المعتاد لفظي في الغالب من دون أن يصل إلى العنف الجسدي يجب علينا جميعا البحث عن أسباب ما حدث اليوم الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند وصف الحادث بأنه مأساة فضيعة فيما وصل وزير التعليم الفرنسي إلى المدرسة لمتابعة الأزمة اليوم هو الرابع من يوليو وهو يوم عادة ما يكون سعيدا بانتهاء العام الدراسي وبداية الإجازة وبأن المدرسين أنهأوا عاما دراسيا بنجاح لكن اليوم تحول إلى حداد يعمنا جميعا بسبب هذه الجريمة البغيضة شهود الحادث يتلقون الآن عونا نفسيا متخصصا شهود الحادث